أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند ترند الترند النهاردة عندنا فيه موضوعين طبعا موضوع ليه علاقة مباراة الترجع والأهل وعن نتكلم فيه باستفادة لكن الموضوع الأولان اللي عايز أتكلم فيه وافتح الكلام فيه لأن الناس ممكن مع الوقت ممكن تنسى مباراة الأهل والزمالك في دوري 99 حتى هذه اللحظة لم يتحدد معاد رسمي لها والبعض قد يعتقد أن الناس ممكن تنسى لكن احنا مش هننسى لأن المباراة دي مرتبطة بتفاصيل كتير لايه علاقة حتى بمباريات الفريق الأول في الدوري الممتاز لأن فيه خرقات قانونية حصلت في الفترة السابقة وكان الأهل باعت أكتر من مذكرة لاتحاد الكورة بشأن هذا الموضوع وفيه مواعيد محددة للاستئناف على القرار سواء قرار بالرد من اتحاد الكورة أو حتى قرار السلبي بعدم الرد لكن أنا بفتح الموضوع دلوقتي ليه؟ لأن إس فجأة اتحاد الكورة كان بينظم بطول اسمها كأس مصر للشباب والناشئين هذه المسابقة لمواليد ألفين وواحد طيب الكلام اللي تقال وقت مسابقة التسعة وتسعين وأن المباراة مش خلاص إحنا في اختم الدوري وممكن إحنا كمنا الدوري عشان بس فكرة إن إحنا الجيل ده ما يتظلمش وما يلعبش مطشاط والكلام ده كله طب ما أنت عامل مسابقة اسمها مسابقة كأس مصر للشباب مواليد ألفين وواحد وعندك المباراة الختمية ليها يوم السبت اللي جاي ما بين سيراميكا كليوباترا مع حرص الحدود على ستاة بيتروسبورت يوم السبت القادم 12 يونيو طب كان الأجدى ليك وانت بتنظم مباراة كأس مصر وبطولة انت بتستحدثها وبتعملها للفرق عشان فرق الشباب والناشئين طب ما كان الأولى اللي انت تختتم مباراة دوري التسعة وتسعين للغاية اللحظة دي الناس مش عارفة خلاص تصرح الفريق ولا فيه لعبة ممكن تصعر للدرجة الأولى ولا ممكن تكون مقيدة معايا السنة الجاية ولا ممكن فيه لعبة ممكن أعيرها أو أبيحها الفترة الجاية ما كل دي خسار مالية وفنية كبيرة جدا وانت بتنظم كأس مصر للشباب وعمل بطولة جديدة وعمل فيها كمان جوائز مالية وهتنظم الفاينال والسيمي فاينال أو حتى بما أنا أصح مباراة تلت والرابع يوم عشرة ستة يوم الخميس القادم والفاينال يوم السبت القادم اختم الدوري تسعة وتسعين مباراة الأهل والزمالك لأن المعيار اللي قلت فيه أن الدوري التسعة وتسعين ما كانش لي أهمية مختلف تماما عن المعيار اللي انت بتنظم بطولة جديدة الكأس مصري للشباب وعتختتم هذه البطولة يوم السبت القادم وعمل لقاء مركز التالت والرابع يوم الخميس ما بين الإسماعيل وطلاع الجيش فالطبيعي دوري التسعة وتسعين لازم يختتم بشكل رسمي وختام المسابقة مهم جدا لتفاصيل كتير هتعرفوها الفترة اللي جاية وكان النادي الآلي صاردها فيه أكتر من بيان وفيه أكتر ومذكرة أرسلها لاتحاد الكرة الفترة السابق حبيت بس أنوح على هذه الجزئية لأن احنا مش هننسى هذا الموضوع ومش هننسى هذه المباراة لأن المباراة دي بتفاصيلها بكوالسها بتأثيرها على الدور الممتاز مهمة جدا ومش هننساها ودائماً هنلقي الدوق عليها ومن بأن اتحاد الكرة أعلن أن فيه كاس مصري للشباب الختام يوم السبت اللي جاي بنفكر اتحاد الكرة فيه ختام لدور التسعة وتسعين مهم جداً ما بين الآل والزمالك عشان على الأقل بغض النظر أن تكتل المباراة عندي لعيب عايز أعرف مستقبلهم معي إيه الفترة الجاية عشان لما حضر قائمة السيزون الجديد أعرف لعبها دي معي أم لا أعرف بيحها أعرف عيرها أعرف استفيد حتى مدياً من اللاعبين بدل مالموسم كده محدش عارف إذا كان كمل ولا مكملش ولا تلغى ولا ما تلغاش